اشتركوا في القناة عنوان الحلقة النفسية ما لها وما عليها لان في كتير من الاحيان في بناء النفوس بيستخف البعض وبيستخف كتير من الناس بنفسية الشخص اللي بالربيه وبنعتبر ان كأب وكأم او كموجه ايا كان طريقتي في التعامل مع اولادي من الصغر الى المرهقة الى الكبر ابوك وامك على حق لانه في الآخر ابوك وامك اللي عاوزين لك الخير وما بناخدش بالنا واحنا ماشيين في خضم الحياة كده ان احنا ممكن نبني اجساد ونأكل ونشرب ونعتبر ان احنا قمنا بدورنا اما فيه واحدة ست زعلانة من جزها بطبيعتنا بنحاول نحافظ على البيوت فبنقول مش بيصرف مش جايب لك مش عاملك مش مسويلك مش كذا مش كذا فتيجي الواحدة تقول ما بيتفهمش لسانه تقيل ما بيشكرش شادد على طول الخط منعني من حاجات انسانية ممكن اقوم بيها تجاه اهلي يقولوا لها يا شيخة طالما بيصرف وبيجي بالليل ينام جنبك ضل راجل ولا ضل حيط ده في مستوى الناس الكبار اللي هي الست والراجل الزوج والزوجة اللي اختاروا بعض اللي وصل بالست مرحلة من الزهق ومرحلة من التأثر النفسي الكبير اما الست تكون محضرة الاكل وخطاءه قدامها ومحضرة بالطرابيزة كما ينبغي وجوزها شاري الاكل بفلوسه مديها مصروف البيت بيصرف على عياله ولكن في النهاية الحصيلة الدفسية اللي بتحصل عليها الست دي انه هو قاعد على الطرابيزة ما بيلفتش انتباهه غير ان اللي ناقص كباية المية اللي حيبلع بيها فيعود ياكل لحد ما تيجي اللحظة اللي عاوز يشرف فيها تطلع منه كلمة ويقول في حد بيحضر طرابيزة من غير مية ابلع بيها ريئي يا شيخة الستات ساعات تاخد في نفسيتها وتتأثر وتشوف انه ما بيشوفش غير الوحش مش بس كده ده ستة ببعض اوقات بتغير في شكلها عشان تعجب جزها عشان تطلع الكلام الطيب منه مش تفضيل جيوبه فممكن تكون لابسة اكسسوار جديد غيرت شعرها لابسة حاجة جديدة فتحاله الباب الا لا لا فيخش زي ما هو داخل يدوبك يخش يقعد على الكرسي عشان ياكل تقول له يا محمد انت مش شايف في حاجة مختلفة لا ايه ما الترابيزات في نفس الاماكن البتاع في نفس الاماكن حصل ايه النهاردة يعني مش شايف حاجة مختلفة حاجة حاجة مختلفة كده ويوم ما الست العقلة دي الام الست الزوجة دي ما يلتفتش الزوج للمتغيرات البسيطة النفسية اللي هي بتعملها لإشعة البهجة لإنها تسمع كلمة حلوة لإنها سمعت إن معرفش ايه مصك ايه على وش ايه يعمل ايه تليقية كبست وساقتها بنفسها بدأت تقل وبين صاحباتها كده لو قعدة يقول لها دم الخفيف يا أمم محمد قالي طمال البعيد اللي عندي في البيت مش حاسب كده ليه مقشر طول الوقت أو مدايق طول الوقت أو ما بيقول لش كلمة حلوة ليه أو ما كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا هذه النفسية بقى وعلى ذلك فقس طيب النفسية دي ايه يعني الحاجة الهلامية اللي الناس دايما بتلغوص فيها زي ما هي عاوزة ومش فارق معاها إنسانيات اللي قدامها طالما بياكل ويشرب ويلبس هل ممكن النفسية دي تعمل مشاكل ضخمة آه ممكن بس هنقول لكم مع فاصل سريع ونواصل تاني شو الله أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة تانية ومع موضوعنا الموضوع بتاعنا النفسية ما لها ما لها وما عليها يعني ايه ما لها وما عليها احنا كنا لسه بنتكلم في الزوجة اللي هي ممكن يكون متوفر لها كل أدوات الراحة المادية ولكن للأسف احصل لها حاجة غريبة لدكتور الجلدية عشان يديها علاج لمشكلة شعرها وفي الغالب ما بتتحلش لأن الأصل فيها القلق والتوتر والضغط النفس المستمر عليها شوية تلاقي الوحدة مهتمة بنفسها جدا هب تضرب وزنها يزيد جدا او يقل جدا وتبتدي مشكلة تانية هي مشكلة الشكل العام والمنظومة العامة وعتلاقي ان الأمهات اللي عانوا نسب زيادة الأوزان فيهم اكتر من الأمهات اللي كانت تعامل معاهم نفسيا افضل شوية تقولك بعدين بتوجعني فتروح للدكتور يقول لها اه معدتك يعني يقول لها التهابات وتاخد علاج التهابات وما تتحسنش لأن مصدر الموضوع نفسي تقولك بيجي لصداع وصداع صعب جدا وعلى آخر اليوم ولا نافع معاه حاجات ولا نافع معاه إنما أخد أو ما خدش أعمل أو ما معملش ما هو حتى لو رحت المخ وأعصاب المشكلة أصلا نبعه من الضغط العصب اللي موجود على ستة عاقلة متزينة عندها عشرين تلاتين أربعين سنة وعندها الصداع تقولك أنا عندي الصداع من ساعة ما جوزت أنا عندي صداع من عشرين سنة أنا عندي صداع من تلاتين سنة أنا بحاول أقرب للناس إن فكرة التلطيش في النفسية وفي الإنسانيات وفي التعاملات تؤدي إلى ذلك تؤدي للمشكلة اللي إحنا فيها تؤدي إن إحنا ممكن تؤدي لمشاكل عضوية ممكن ما تتحلش إلا من ضبط نظام التعامل الإنساني ما بين الناس ونفوس الناس ما بين الناس والتعاملات معاهم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ده مين اللي بيقول الكلام ده الله يقول لك قول كلمة حلوة أحسن هعائدها حيبقى كويس أحسن ما تأكل الفم عشان تستحي العين عشان نلطس زي ما أنا عاوز وتعامل زي ما أنا عاوز وتنرفس زي ما أنا تعاوز ودي فقرسي زي ما أنا عاوز وعامل وفاكر إننا بكده قائم بدوري تماما ليه أنا اتكلمت النهاردة في البداية الحلقة بالرغم إن البرنامج ساعة تربية لإن بناء النفوس وهندستها بتبتدي من نفوس بتبقى النفوس صفية حبتين بتبقى النفوس واسقة من نفسها بتبقى النفوس سيف الحال شيف المستقبل فمش من غير الطبيعي إن أنا أبتدي حياة وأنا كبيرة إحنا الاتنين وابتدي بأمال وطموحات وبعد عشرة سنوات أصاب بإحباط ويأس من إن حياتي حتتعيدل أو تتصلح بالرغم إن أنا باكل وبشرب وبلبس ويأعمل ليه؟ لإن الجزء النفسي جزء قائم هو بيه بتنصلح الأمم الأمم بتنصلح أحوالها والبيوت بينصلح أحوالها مش بضخ فلوس بينصلح أحوالها بإن ده بيطبطب على ده ده بيلاقي ده ده بيقف جنب ده مش شرط يكون وفرة من الوفرات موجودة عشان كده المعاني النفسية المعاني في التعاملات بتترجم لكيميا تأثر في الجسم الأبحاث العلمية من الستينات لحد النهاردة بتقول which of which مين قبل مين الكآبة والاكتئاب كمرض ولا السرطان والعياذ بالله هل السرطان هو اللي بيجيب الاكتئاب ولا الاكتئاب هو اللي بيجي بيجيب السرطان معنى كده ان لو نفسيتي مش منضبطة ومضوطة وقلقة ومحتاسة ونفسيتي في الأرض وتعبانة وانا بتكلم دلوقتي على الناس اللي هم متزنين انا ما مطلبش الكلام بتاعي ما بيطلقش على الطلبات الزيادة انا بتكلم على احترام الشخص تقديره اعطاء الثقة عواطف تغافر سكينة طمأنينة اسلوب جيد في التعامل اسلوب جيد في التعامل اسلوب راقي وده مالوش علاقة لقى بقى ايه لا بفلوس ولا معايا ولا مش معايا ولا كبير ولا صغير ودي من نعم ربنا سبحانه وتعالى فما لاقي اني اني نفسية الزوجة بتوديني لدكتور البطنة ودكتور النسى ولكا انت تصورت اني لو نفسية الوحدة تعبت بتنقطع الدورة الشهرية اللي هي من المفترض التاني سبب في انقطع الدورة والاخبط الدورة ومنع الانجاب النفسي وبالتالي الموضوع مش بس مجرد كل ما بتقولها ده لها اثر في المخ واثر ايجابي واثر سلبي اثر يعلي نفسية المرأة ويخليها تقوم بكل ادوارها عمر اخلاص المرأة او اخلاص الرجل بيجي لنتيجة انك ديته فلوس او ما ديتلوش فلوس ده لو عامل عندك موظف عندك لكن العلاقات الانسانية لا ابنك مش هتشتري بفلوس اما تكبر في السن وتحتاج انه يرعاك او يغيرلك البامبرز او يوديك لدكتور او تعكز عليه عشان يروح لكذا للطبيب مش بفلوس ما بتشتراش بالفلوس دي بتشترى بالنفسية بتشترى بقد ايه انا اشتغلت على النفسية عشان كده ربنا في الكتاب بيقول ايه ودي حاجة مهمة ليه لاللي خلق الكون هو اللي اعلم باللي خلقه ونفس ونفس وما سواه فالهمها ايه فجورها وتقواها يعني معنى كده ان النفس البشرية فيها زرارين زرار ضغط عليه طلعت احسن ما فيه وزرار وزرار تاني ضغط عليه طلعت او حش ما فيه معنى كده ان ربنا اما كرمنا الطفل خلقه على الفطرة طالما ما فيش امراض وراثية طالما ان قدراته الزهنية كويسة طالما ان ما عندوش مشاكل عضوية طالما ما بياخدش ادوية بتؤثر في السلوك العام طفل ادهولك على الفطرة وقال لك شغل الجهاز والجزء النفس اللي انت نفسك ابنك يكون عليه عاوزوا سوي ولا يفجر عاوزوا مطمئن ولا مخطئ وده بيتأتى من ايه من الحاجات اللي هي مؤثرة جدا انسانيا كانت مكالمة هنا على الشاشة اب انا جوزت الواد وعنده 26 سنة كويس الحمد لله رب العالمين وخلف الحمد لله رب العالمين بس عامل لي مشاكل من يومه كل ما بيقامل مشكلة باجلي وراه كل ما بعمل مشكلة بيقامل مشكلة بحلهله كل ما بعمل مشكلة كذا ما اخرتش عنه حاجة خالص في حياته دلعته اخر دلع يعني وديت له اللي هو نفسه فيه وما قصتش في يوم ولا تخليت عنه ودلوقتي حاطتني في مشاكل قد كده ظاهر الأب ده طيب قوي حنون بس فاهم العاطفة غلط وفاهم انه كان بالعاطفة دي بيزق على الزرار اللي حتستوي فيه نفس ابنه ويطلع متزن وما اكتشفش ان العاطفة دي حتيجي عنده الزرار الأحمر عشان تفجر أوحش ما فيها ان الابن يطلع أناني ما بيحبش غير نفسه مش فارق معاه لا عمر ولا سن ولا مال ولا جهد والده مش فارق معاه الزوجة ولا الولد فارق معاه المزاج العام العالي بتاعه وبس من هنا بتتأتى مشاكل من هنا بتتأتى الأمور وتحدث آثار سلبية بعد كده في المستقبل ونبتدي نخش في اضطرابات السلوكية ونبتدي نعالج الاضطرابات السلوكية سواء بجلسات نفسية أو بأدوية أما لقي بنوتة عندها 17 عام متفوقة والتفوق ده ظاهر المدرسين كلهم بيقولوا أنك انت هتطلع من أوائل الثانوية العامة بمناسبة الامتحانات الحالية وتيجي قبل الامتحان بشهر تتصدى عن الكتاب عن المذاكرة حاسة أنها ناسية كل حاجة حاسة أنها مش قادرة تسترجع المعلومة خايفة ومرعوبة المدرسين يقولوا اللي يقولوه الأب والأم خلوا المدرسين يتصلوا بيها عشان يأكدوا أنها قادرة على دخول الامتحان إلا أن حجم القلق عند هذه البنية بقى قد كده لو رجعنا بالذاكرة حنلاقي أن بابا وماما ناس بوسطاء عاوزين أولادهم يبقوا كويسين بس هما بالنسبة لهم التعليم حاجة أساسية وبالتالي كانوا بيقلبوا ويشقلبوا البيت في فترة الدراسة وإما البنت بتنقص درجة بدقول لها من قصنا درجة ما جبناش تسعة وتسعين وتسعة وتسعين من مية في المية والبنت أما كانت بتنقص درجتين بتقعد طعاية الصيف كله متأثرة إنها قصرت بالرغم إن البنت دي قامت بمجهود ضخم طول السنة يا سيدي خانها تركزها قلقت فمسحت الإجابة الصح وكتبت الغلط لكن ودود أفعال الأسرة وألاءها الزايد في التعاملات مع الدراسة بتقول لك أصل إحنا ما كناش نعرف إحنا عاوزين هم يبقوا متفوقين إحنا أصل الدراسة بالنسبة لنا إحنا بتوع التربية والتعليم وعاوزين أولادنا يطلعوا زي الفل آه بعد خمس دقيقة كده ممكن نبتدي ناخد مكالمة خلاص حبيب طيب سيدي الحالة اللي بنتك فيها دي قارتلي من الابتدائي كان بيجي لها إسهال وترجيع ومعرفش إيه وبتاعه الكلام دي قال له يبقى معنى كده إن أنا أما كنت عاوز بنتي تتفوق للأسف ضغطت على الزر الخطأ ما نمتش عندها الإحساس بإن المجهود هو أساس كل شيء عملت مجهود قيمت سليم النتيجة مش بتاعتنا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى حط البزرة ونتيجة الزرع والحصاد بتاع ربنا سبحانه وتعالى بنفوس هادية ربطنا المكافأة بالنتيجة ما ربطناش المكافأة بإن كل يوم هي خلصت واكتهدت يكفيلي ذلك ومعرفش إزاي الأمور ونكبر عشان نحط هدف واضح للاولاد وعلى ذلك فقس من أكتر المشاكل اللي ممكن بتواجهنا وبتواجه الناس اللي هم عاوزين أولادهم يبقوا مرتبطين بالله يبقوا قريبين من ربنا يعني قريب من ربنا الصدق الأمانة الصلاة الالتزام الأخلاقي يعني الحاجات الحلوة دي وبننسى حاجة مهمة قوي إن الطفل أو الولد بيتعلم بالملاحظة باللي بيشوفه واللي بيشوفه بيخليه حس الأطفال ما بيدحكش عليهم بكلمتين أنا بحبك واموت فيك بيشوف عينيك تعبير وشك اسلوبك طريقتك تعاملاتك فأنا عاوز أخلي ابني مستوي على الفطرة يبقى نمر رقم واحد أعظم الخلاق يبقى معنى أعظم الخلاق أبقى أول الملتزمين بالفعل قدام ربه فأخلاقي تبقى في النسق اللي يرضي ربنا فهل من الأخلاق اللي ترضي ربنا إن نعود جعجع كأصوات الحمير إن أنكر الأصوات في كأصوات الحمير هل من الأخلاق اللي ترضي ربنا إن أنا بقى منكوشة الشعر وما سكشفش في إيديه وجارية ورا البنت بحاول أعلمها حاجة هل من الأخلاق اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى وتولد الاحترام في الأسرة إن ماما تكلم بابا وتقوله يا منيل على عينك يلي 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 شفته يلي عملت يلي سويت هل من الأخلاق اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي أولادنا حيتعلموا مننا الحوار الدافئ اللي ما بين الزوج والزوجة أنت عمرك ما عملتلي حاجة أنت عمرك ما جبتلي حاجة أنت عمرك ما هدتني بحاجة أنت دايما سدد نفسي أنت دايما ما بتعملش اللي أنا عاوزاه دايما بتعمل اللي على مزاجك واللي نفسك فيه عمرك أبدا ما عملت كذا ويبقى قدام الأولاد فين بقى هنا التكامل فين الحوار فين الأسس فين المبادئ فين الأعراف فين كذا فين كذا فين كذا فين كذا ما فيش هل من ما يرضي الله عشان أعلم أولادي الارتباط والاستواء خلاص أن أنا أذكر الزوجة من ساعة ما تجوزت لحد النهاردة أنت عملت كذا وسويت كذا ومك عملت كذا وأبوك عمل كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي عمل واللي سوى هل من الأخلاق إن أنا كزوج وزوجة أبين للأولاد مفاسد الزوج أنا لحد النهاردة في خضم الحياة دايماً بتيجي علامات فارقة كان تاجر من تجار المخدرات في محافظة من المحافظات فزوجته كانت بتتفرج على التلفزيون زي ما أنتم بتتفرجوا كده فقالت تيجي للرجل ده تستشيره فجات وتتكلم فمن الحاجات اللي هي أثمينها لهذه المرأة التي كان لا يؤجبها وترفض تماماً أن تنفق مليماً من أموال جزهة تاجر المخدرات على أولاده إن أما الولد بيبتدي يغلط وحيبتدي لخبط في باباه كانت بتقوله اتكتم حط لسانك في بقه في بقك في الآخر ده أبوك ما كانتش بتقومهم بقى ما كانتش بتعملهم ما كانتش بتقل بالدنيا والطرابيزة ده بيصل الأمر ده أصل الأمر الأيام دي السوشيال ميديا فتحت والسوشيال ميديا أما بتفتح عاملة زي حاجة جديدة في الحياة بتخش المجتمعات فاستخدامنا ليها ما بيبقاش مقنن بيبقى مفتوح وبالتالي طالما مفتوح هتعرض لمشاكل الحاجات دي فمن ضمن مشاكل التواصل الاجتماعي سهولة التعامل مع الأفراد بتتكلم من هنا واحدة في أوكرانيا والتانية في تركيا والتالتة في كوالا لنبور والربعة في البوسنة والخمسة في أمريكا والستة كذا الحياة بالنسبة له عجب فراج النتيجة لأنه هو مثلا زعلان من مرات ولا مداي وده مش مبر بيكلم وحده خلاص أي مكان الكلام اللي موجود أنا بقول في مستوى برضو للإحتراف تيجي انت كزوجة تحكي البنتك ولا لابنك ولا تستعيني بنتك أو ابنك عشان يتجسسوا على أبوهم ويتفرجوا على المحادثات يا شيخ الستر أولا الستر أولا الستر أولا احنا بنربي في إيده بنربي إن الستر أولا ولا الفضيحة أولا بنربي احترام الأشخاص ولا إلي تحترام الأشخاص بنربي الأخلاقيات ولا بنربي على غير أخلاقيات أما يبقى الأب موجود ويقول لا أنا مش موجود ويبقى معاه ويقول مش معاه والأم تستقبل ناس الزوج مش عاجبهم وهو وهم مش عاجبينه وتيجي تقول لهم ما تقولش وهي بتصلي وبتصوم وبترك على ربنا وبتقل القرآن اللي ولاد دول حيطلعوا علاقتهم بربنا سبحانه بمجرد 12 سنة هتلاقيهم ما يصلوش هصلي المين انتوا تتحقوا على بعض دي كوميديا هو ربنا يتضحك عليه الأخلاقيات لا تتجزأ ممكن نتضغط في مرحلة من المراحل أو لحظة من اللحظات يطلع أسوأ ما فينا لكن مش طول الوقت بيطلع أسوأ ما فينا هاي النفسية دي بقى بالأحداث اللي حضرتك بتسمع عنها دي بتعمل قلق بتعمل توتر بتعمل قلة ثقة أصدقاء سوق في فترة المراحقة أسرار بابا وماما ما تعرفهاش ونبتدي نبقى مش مجتهدين وما عندناش حاجة كبيرة تقدر تشدنا علاقتنا بربنا بوزط ليه؟ لأن بابا وماما ملطشين بابا قاعد يجيب في سيرة ماما وماما قاعد يجيب في سيرة بابا أو أبي اسلوبه فض غليظ يا أخي ولو كنت فضل غليظ القلب لن فضه من حولك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى اللي بيفتح القلوب بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لانت له يعني الاسلوب التكتيك الدعوي اللي بيقرب الناس من ربنا سبحانه وتعالى الرحمة مش الفض الغليظ اختيار الاسلوب المناسب مع النفسية يقربها أكتر ويقوي الجسم أكتر والمناعة تبقى أقوى والشعر يبقى أمتن في حالة بين الحالات مكتوبة في كتب الطب النفس بنسميها الآلام غير معلومة المصدر فبعد أوقات بتروح لدكتور العط وتقول له إن فيه وجع في آخر مؤخرة ضهري وألم أنا مش عارف حله إيه فالدكتور طبيعي هيعمله إكسري وبعد كده إما أرقاي ويقول له لا دي ممكن تكون شوية التهابات بيدينه للتهاب ويرجع للألم تادي أو يجي لحد صدع مزمن غير معلوم السبب أو آلام في البطن غير معلومة السبب أو ترجيع في المعدة غير معلوم السبب أو إسهال مستمر غير معلوم السبب أكمل الحالة بعد ما أخذ أول اتصال فيه اتصال طب هات دخل اتصال من الجسم الله يعني نفسي أتفاهم مع الطفل أفضل من أن أجيب العصاية وأعمل أحنا كبرنا على أن يعني أكسر أنت ضلع يطلع لها 24 وكأن البنات متنبلين ما بيحسوش خبط ورزع وكسر وعمل اللي أنت عاوزه والمقولة المشهورة ربنا على كده وإحنا كلنا تمام أهلينا رقعونا بالصرم وإحنا مش تمام بس بنضحك على نفسنا قدام أولادنا ونقول إحنا كنا تمام المهم الحالة كانت في فرنسا في باريس ست عندها 35 سنة وبتشتكي من آلام مبرحة أو مبرحة في الأسنان دكتور الأسنان شافها واحد واثنين وعشر وعشرين وقال لها يا بنتي أنت سليمة بالإشعة وبالمنطق وبغيرها 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 لكن لكسرة الآلام الشديدة التي كانت تنتبهى نزعت ست دروس من دروس شيلو ومع كل شيل درس كان بيخف الألم قليلا ثم يرجع مرة أخرى في غاية القصر مع المسكنات ومع غيره ما كانتش بيفرق تماما شوية تحليل نفسي ودكتور بيطارد في كونفرنس في اجتماع اكتشفوا أن الست دي بتعاني من ضغوب في حياتها الزوجية وعدم موجود تعاون بينها وبين جزها ولشدة حساسيتها الجهاز العصبي بدل ما تيجي جلطة بدل ما تيجي كذا بدل ما تيجي كذا حول على الأسنان وتشالت منها الست سنان على الفضل هذه نفسها مهمة لأنها بتأثر على الجسم بتأثر على الكيان أنا يوم حقول لمؤخز الحد أنا زعلان المكتئب مثلا مش قادر أتحرك مش قادر كذا مش قادر كذا لكن أنا عندي شوية بارد يجري على البارد على الدكتور لكن التانية يا عم ده بيتدلع يديله بالـ أنتو عارفنا طبعا ناخد حبيبة حبيبة أم عبد الله وعليكم السلام اتصالت أطعم ماشي أكمل جامل وبالتالي يوم ما قلت النفسية ما لها وما عليها دي مهمة ليه لأنها بتحدد مصائر أنت أما بتروح بترتبط بوحدة بترتبط بنفسيتها أكتر من جسمها يعني آه ممكن يكون ذاتها العيون الصفراء والخضراء والحمراء والشعراء عامل إزاي ولا يسمعها عامل إزاي لكن في النهاية اللي بيستمر معاك السنين الطويلة النفسية أم مصطفى لأ سلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت أنا ممكن أسأل حراتك على حاجة آه طبعاً حراتك أنا عندي بنتين واحدة عندها خمتاشر سنة والتانية تلاتاشر سنة معانية منهم جداً أنا موقفتش بخليهم أن هما يروأهم مظايرين وكلام دوت وهم ما شاء الله مقدبين وكل حاجة بس ما عندهمش حب أن هما ينظفوا يساعدوني الحاجات دي بطأ أوي فأنا بالتالي أنا بحث أن أنا هما كبروا ما ينفاش أن أضربهم ما ينفاش أن أنا زعالة ما أنا كنت بأضربهم كتير أو وهم مظايرين يعني ما حبش طبعاً أن حد يقولهم أنت قلات الأدب أو مش بتربيين الكلام ده منفضل رب العالمين يعني هما فعلاً الحمد لله رب العالمين ربنا أقدرني أن ربتهم قويس ده بس معانية طبعاً من الموضوع أن هما مش حركة كده في البيت ما بيسمعوش الكلام بطأ قوي يعني في الموضوع ده فأنا عايز حاجة حضرتك من النوع النشيط جداً الحمد لله هاقول لك حاضر هاقول لك حاضر ميش شكراً هاقول لك حاضر هاو السؤال حلو سؤال في الصميم في صميم الحلقة أم حركة بالتعبير البلدي حركة يعني إيه يعني كله لازم تبقى مضب ماشي؟ تخش المطبخ بتاعي الست دي تلاقيه إيوان تخش البيت تلاقيه مترتب وتبقى هي الأم دي راحتها النفسية في أن الأمور تبقى مرتبة خلاص؟ ربنا رزقها ببنوتين بس رزقها ببنوتين حساسين لمؤخز يا معضل حساسين بيتأثروا مش بلطين لأ حساسين ونتيجة لإنها كان عندها همة ونشط بسرعة عاوزة تصلح سريعاً فكانت ما بتديش فرصة كافية للحوار والنقاش وما بتديش فرصة إنها تحط نظام العواقب للبنوتين فيه وحدة أو فيه ولد من النظرة بيتأثر وفيه ولد بالزجر ممكن يتأثر ده على حسب نوعية اللي بتتعامل معايا معضل فبناتك حساسين فبدأنا من زمان نصلح بسرعة يعني إيه نصلح بسرعة يعني فيه أنتي علمتهم كتير من الأداب وفي نفس الوقت كان كلام الناس بيأثر في حضرتك وطبعاً الناس ما بيعجبهمش العجب ولا الصيام حتى في رجب وبالتالي أي حد كان بيعدل عليال كان حضرتك بتوجه الأولاد مرة واثنين وثلاثة النقد ده يا معبد الله النقد ده النقد ده بيخلي الواحد يتنبل بعد ما يكون حساس لكن إنت دلوقت 12 و13 سنة أنا لو هم بيسمعوني حيقولولك إحنا فعلاً كده كل اللي مطلوب من حضرتك حاجة واحدة إن لازم تستغربي أنا حامية وهم مش حامينين أنا نشيطة وهم مش نشطاء يبقى زيب ونشطاء اربطيهم بالأشياء اللي بيحبوها وقربي وحضني وطبطبي وكفاز إيه تاني بلاز إيه وطبطبي وحضني من غير مشروط وهم بيحبوا حاجات خلاص؟ الحاجات دي هتبقى مقابلات وعوائد للمجهود اللي حيقوموا بيه في البيت حب عاطفة طبطبة حتى لو ما عملوش في نفس الوقت في عوائد لو قاموا بالحاجة قاموا بالحاجة ياخدوها ما قاموش بالحاجة ما ياخدوهاش اللي ولاد دول عاوزين ترجع لهم الثقة مرة أخرى بتسقي إنهم يقدروا لكن تنبلوا من كتر النقد شوية الشد شوية وعارف تماما إن حضرية كنت مخلصة في تربيتهم تماما لكن لو متابعة البرنامج هتلاقي إن حجم الضغط على الأولاد دول أزيد من المعدل كنا محتاجين شوية 50% من الضغط ده يطلع من البنات دول حاجة جميلة ومن ننساش دور بابا بابا مهم حتى لو مش موجود المفروض إن البنتين دول يعني في حياته وفي عاطفته وفي كلامه وفي أسلوبه وفي طريقته وفي تعاملاته ويبقوا متداخل بشكل كبير معرفش ليه الوقت هنا بيخلط بصعب معرفش ليه الساعة هنا وصيارة دايما يقولوا لحظات السعادة بتمر سريعا وحقيقي أنا ما بقول حاجة ليس بها قصد غير إرضاء ربنا سبحانه وتعالى وأتمنى إن كلامي يقع في القلوب وتعيه العقول عشان الجيل يبقى قريب من بعضه والابن يبقى في كتفة بوه والزوجة تبقى في إيه جزهة لإن إحنا محتاجين تلاحم في الفترة اللي جاية كلنا مع بعض أسرة سعيدة ونفتكر دايما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ركزوا على التقوى ويسيبكم من الفجور ومن الأساليب السلبية اللي ممكن تؤدي لمشاكل كتيرة داخل الأسرة أترككم في رعاية الله وأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة